اطلاق سراح ثمانية وستين شخصا من نازحي تاورغا عقب القبض عليهم يوم الجمعة من قبل قوة الرد عبوسليم اذا ما اكده رئيس المجلس المحل تاورغا عبد الرحمن الشكشاك الشكشاك افد بان النازحين الذين اخرجوا من مخيم طريق المطار انتقلوا الى مخيمة اخرى قائلا ان الحل الجذري للازمة هو اعادة تهيئة المدينة وايفاء الجهات المسؤولة والامم المتحدة بوعودها بخصوص اعادة اعمار تاورغا ومن جهته قال المجلس البلد بوسليم ان اخلاء الاجهزة الامنية بالبلدية لموقع نازح تاورغا كانت طراريا وبناء على تقارير امنية محمرا كافة اجهزة الدولة المعنية بتنفيذ اتفاق عودتها لتاورغا الى ديارهم مسؤولية التأخر في تهيئة المدينة وتوفير الخدمات الاساسية لها بحسب نص البيان اخلاء المخيم من النازحين شهد ردود فعل منددة حيث دانت السفارة الامريكية في ليبيا بشدة ما سمته الاجلاء القصرية للعائلات دعية في تغريدة على حسابها بتويتر جميع الاطراف الى العمل سوية لدعم ليبيا موحدة وسليمة وامنة ومستقرة حسب قولها بدورها دانت البعثة الامامية بشدة ما سمت الاجلاء القصري للعوائل النازحة وصفة الدخول للمخيم وتهديم المنازل واجبار الناس على الفرار وتركهم بلا مأوى بالانتهاك لكرامتهم وحقهم في الحماية التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي اكثر من ثلاثمائة وخمسين عائلة نازحة من تاورغا في مخيم طريق المطار بترابلس كان من المفترض ان يعود الى ديارهم الاسابع الماضية الا ان ضعف الخدمات بالمدينة وسوء البنية التحتية وعدم وجود مقاومات الحياة حتى الان حال دون ذلك